اشتركوا في القناة لنعمل بها الخبز تتداول إشاعات في مواقع تواصل اجتماعي أن الخميرة الفورية تعمل دود تحت الجلد لذلك اليوم قررت نحكي لكم عليها بالتفصيل يعتبر الإختصاصيون أن للخميرة فوائد كثيرة إذ تعد عنصرا مهما ينصح به خبراء التغذية والتجميل لسيما أنها تساعد في الحفاظ على الصحة واستعادة جمال البشرة وحيويتها إذ تستخدم الخميرة في الكثير من المستحضرات التجميلية ومن فوائد الخميرة للبشرة أنها تساعد في التقليل من حب الشباب وتطهير بشرة الوجه ومن فوائد الخميرة أنها تساعد على التقليل من حب الشباب وتطهير بشرة الوجه وتقوم بقتل البكتيريا الموجودة أو المرتبطة بحب الشباب تزيل التجاعي تحفز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تساعد في تطهير الجلد أريد أن أخبركم عن تجربة ومن خبرتي أن الخميرة لا تعمل دود في الجلد لا تصدق تلك الإشاعات إذا كان تواجد بعض البشرات فيهم الدود هذا أنه عندهم بكتيريا أمراض ثانية وليست الخميرة السبب الخميرة تنعش البشرات وفتح لونها تسمن الوجه تنفخ الخدود تعطيك بشرة محملية تزيل السواد الإسميرار ناتج عن الإهمال عن التواجد الكثير تحت أشعة الشمس ما فوق قلب النفسجية أنا نستعمل هذا الروتين من سنوات الخميرة الفورية لا تعمل الدود ثقوا بأخواتي دايماً لما أنشر وصفات الخميرة تأتيني تعليقات من أناس سمعوا بإشاعات أنها تعمل الدود على الوجه وتقول لك أن استخدام الخميرة على الوجه يؤتي إلى ظهور الدود تحت الجلد هذا الكلام غير منطقي أبداً حيث أكد العلماء أنه من المستحيل للخميرة وغيرها التسبب في ظهور الدود تحت الجلد وعلى العكس تماماً فإن للخميرة الكثير من الفوائد الصحية والتجميلية إذ أنها تساعد في الحفاظ على نظارة البشرة وحيويتها كما أنها تحتوي على نوع من البروتينات الذي يؤخر من علامات تقدم في السن لذلك وبكل مستقية أؤكد لكم أن الخميرة لا تعمل الدود تحت الجلد لا تصدق تلك الإشاعات الكاذبة تبعوني أخواتي مع روتين اليوم في تفتيح لون اليدين الأقدام ترطيبهما تنعيمهما إزالة اللون الداكن الشوائب تعطيكم جلد أملس ناعم مخملي نأخذ الخميرة الفورية مثل هذه ونحتاج أيضاً إلى عصير الليمون الحامض حبة ليمون كاملة اقسمها إلى اثنين نأخذ القليل من الخميرة نعصر عليها القليل من عصير ليمون الحامض هكذا ونحركها جيداً نضيف القليل من عصير ليمون حتى نتحصل على قوام كريمي ضعوها في حمام ماء ساخن طبقناها فقط في المساء في الليل وليس في النهار لأنه فيها عصير ليمون الحامض نطبقوها على اليدين على الرجلين على الأقدام على الركب على الأكواه على الظهر على كل الجسم على أي مكان أسود تريدون تفتيح لونه بيمكنكم تطبيقها حتى على منطقة بين الفخضين أو المؤخرة لكن على الوجه تستعملها فقط صاحبة البشرة الدهنية الغير حساسة لأنه فيها عصير ليمون هي تزيل الدهون من البشرة وتزيل الحبوب والبثور وتعالجها لكن صاحبة البشرة الحساسة وصاحبة البشرة الجافة لا تستعملها على البشرة تستعملها فقط على الجسم أتركها مدة شهين دقيقة حتى تجيف تماما ثم على ماء دافي في ماء دافي أو في دش الحمام استعملي عصير حبة الليمون بللي الجسم بماء دافي ويبدأي بالفرك بنصف حبة الليمون الحامض استعملوا هذا الطريق على أي مكان وضعتم فيها الخلطة يستمروا بالفرك بنصف حبة الليمون لأنه عصير الليمون يعطيكم التفتيح المطلوب ويتفاعل مع الخميرة هاتقا جيدا ثم أغسلوا الجسم مليح شوفوا كيف تصبح تغيير رائع للبشرة للجلد يعني تحسوا ببيض بنعومة برطوبة يعني بترطيب بلمعان في الجسم تزيل هذك السواد والشوائب إذا استمرتم عليها مرة أو مرتين في الأسبوع وبعد ذلك المرحلة اللي تأتي بعدها لازم الترطيب قوموا بالترطيب بالقليل من زيت الزيتون أي نوع زيت الزيتون نتواجد عندكم لأنه مضضي الأكسادة ومن شجرة مباركة ورائعة كدهان وامسكي نصف حبة الليمون متبقية وابدأي بالمسح على الجلد كامل بها الطريقة استمر في المسح حتى تتغلغل زيت الزيتون كلها في الجلد دوموا على الوصفة هذه مرة أو مرتين في الأسبوع تعطيكم نتيجة رائعة تعملوها في الليل استعملوها هكذا في المساء وجففوا الجسم كامل بفوطة مبللة بماء دافي وكرروا العملية بماء بارد وقوموا بالترطيب إما بأي كريم مرطب خاص بكم عندكم أو حليب خاص بالجسم أو كريم ديكسيريل حنا في الجزائر متوفر عندنا هذا الكريم أو كريم هيكسيريل هذا الكريم يرطب الجسم بطريقة ممتازة طريقة خيال رائعة يعني ادهنوا على الجسم اليدين الريجلين كل الجسم به أو اصنعوا كريم مرطب للجسم بنفسكم أو استعملوا زبدة شيا إذا كانت متوفرة عندكم أو استعملوا كريم مرطب مصنوع من زبدة شيا وزيت جوز الهند أو اصنعوا كريم مرطب للجسم بأي نوع من الزيوت المتوجدة عندكم المناسبة للجسم اجمعوها مع بعض في حمام ماء ساخن واصنعوا بها كريم مرطب للجسم لا تتقيدوا بنوعية الزيوت المتواجدة عندي استعملوا زيت جوز الهند المتواجدة عندكم أي نوعية وضيفوها إلى زبدة شيا وضعوها في حمام ماء الساخن وزيجوها مليح تصبح كريمة ادهنوا بها الجسم او ادهنوا بزيت جوز الهند فقط مسألة ترطيب الجسم اختياري إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزوله شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام